يا أهلا وسهلا طلاب وطالبات الصف السادس مع درسنا الثاني في مادة العلوم درسنا اليوم شوي أقصر من الدرس الماضي اليوم رح نحكي عن شو؟ رح نحكي عن نقل المواد والعمليات الحيوية شو كمان؟ وفي الخلية أوكي؟ يعني أنا الخلية أخدت تركيبها المرة الماضية حصة الماضية أو الدرس السابق احنا أخدنا كيف اكتشفوا الخلية؟ إيش التركيب والوظائف والعضيات اللي موجودة داخل الخلية؟ اليوم بدي أشوف العمليات اللي بتصير داخل الخلية مش حكينا الخلية مهمة لبقاء الكائن الحي؟ ليش الخلية مهمة؟ شو الوظائف اللي بتأديها هاي الخلية؟ مش حكينا كمان إنه غشاء البلازمي بيسمح بمرور وعبور بعض المواد من وإلى الخلية اليوم بدي أدرس كيف هاي المواد بتعبر؟ هاي المواد بتمر من الغشاء البلازمي. طيب خلينا نبلش. نقل المواد عبر الغشاء البلازمي. تحتوي الخلايا على مواد مختلفة. اخذناها الفصل المؤحصة الماضية. منها الماء والاملاح والاكسوجين. تمام? اذا الخلية فيها مي. فيها املاح. املاح حوان ما نقصد فيها ملح الطعام. نقصد فيها ممكن الكالسيوم. هذا كمان يعتبر من الاملاح. والاكسوجين. فيها هواء لانه هاد كائن حي بيتنفس في اكسوجين. تحتاج اليها بنسب متفاوتة لاداء العمليات الحيوية اللازمة لبقائها. رح نخد اصلا كمان شو يعني مصطلح عمليات حيوية. اوكي? طيب. وتنقل هذه المواد عبره مين حكينا? عبر الغشاء البلازمي. بعيد الطرق. طب شو الهدف? ليش? علل او فسر. لماذا يتم نقل المواد عبر الغشاء البلازمي? رح نحكي للحفاظ على الاتزان الداخلي للخلية. شو يعني الاتزان الداخلي? هاد حطر لي بالاصفر معناها مهم. اي اشي ما نشوف محطوط بالاصفر معناها مهم. اتزان الداخلي للخلية هو ثبات بيئتها الداخلية لاجل مساعدة الخلايا على اداء وظائفها بكفاءة. تمام? اذا بحافظ على بيئة الخلية ليش? لكي تؤدي الخلية وظائفها بكفاءة. طيب خليني اشرح لكم ياها. اتخيل انه انت او انت عندكم امتحان. بالمقابل جيرانكم عندهم حفلة ومشغلين اغاني بصوت عالي جدا. كمان الكهربا اطعط. ما في لا ضو ما في لا مروحة ولا تكيف. كمان فوق هاد انت من الصبح ما افطرت وكتير جعان. هل هاي الظروف الجيران عندهم حفلة والكهربا قاطعة وانت جعان. هل هاي الظروف مناسبة انه انت هلا تدرس? ممكن تحكي اه اوكي بجبر حالي او بخصب حالي ادرس. بس هل هاي الظروف مثلا? هل دراستك بهذا الوقت رح تكون احسن دراسة? اكيد لا تمام? غير لو كان الجو هدوء والكهربا شغالة وانت ماكل وشبعان وشارب مش عطشان. هون رح تكون الظروف مناسبة جدا انك انت تدرس احسن دراسة. نفس الشي عندي الخلية. لما تكون الظروف ممتازة داخل الخلية. الخلية رح تقدر انها تأدي وظائفها على اكبر وجه. تمام? اذا انا بحافظ على الاتزان الداخلي. شو يعني الاتزان الداخلي? اني احافظ عثابات البيئة الداخلية للخلية. بيتها اضلها متزنة. ليش? لاجل مساعدة الخلية في اداء وظائفها بكفاءة. كل خلية حكينا الها وظائف. انا لازم الخلية تأدي افضل ما عندها. احسن ما عندها بكفاءة. لازم احافظ على الثبات البيئة الداخلية. فمثلا يسمح ثبات كمية الماء في الخلية بحدوث تفاعلات ضرورية في حياة الخلية. ويسهل حركة العضيات. يعني انا الماء ضروري تكون موجودة بكمية بنسبة معينة. ليش? عشان تحدث بعض التفاعلات. عشان نسمح بحركة العضيات. العضيات اللي اخذناها. عشان تتحرك بحاجة الى ماء. تمام? يعني انا لازم اوفر للخلية ماء. نعم صحيح. بس بنسبة معينة بكمية معينة. ليش? نتخيل ان الخلية انا وفرت لها فاض من المياه. خلية ممكن تغرق. او نتخيل ان انا وفرت لها كمية قليلة جدا جدا او نسبة قليلة جدا من الماء. هو الخلية رح يصيبها جفاف. تمام? ممكن تموت الخلية هون. فانا لازم اوفر الماء بنسب معينة. تمام? ويحميها من الجفاف. كما ان ثبات كمية السكر يضمن استمرار انتاج الطاقة. الخلية عشان تشتغل لازمها طاقة. من وين الطاقة منجيبها? من السكر. تمام? فانا لما احرم الخلية من السكر او اعطي الخلية كمية قليلة من السكر. الخلية ببطل عندها طاقة كافية لتنتج مهامها ووظائفها. اوكي. طيب. اذا ما اهمية الالتزان الداخلي? هذا جاوبنا. يجعى اول طريقة من طرق الانتقال هي الانتشار. انتشروا. لما نحكي انتشروا. دائما احنا لما نحكي انتشروا يعني احنا بنكون متجمعين عاملين زحمة في مكان معين انتشروا كل واحد رح يتفرق. رح يروح على مكان فاضي. بالضبط هذا اللي بيصير بالانتشار. بيكون عندي تركيز عالي. شوني تركيز عالي? يعني انا عندي هاي المواد تركيزها عالي. يعني انا عندي زحمة من هاي المواد. تمام? لما احكي لها انتشروا رح تروح على منطقة فاضية. منطقة تركيز المواد فيها اقل. اذا ما فهمتوا هذا المثال خلينا نشوف الكتاب شو بحكي. دو سمى طريقة انتقال مواد مثل شو اللي بينتقلوا بالانتشار? مثل الاكسوجين وثاني اكسيد الكربون. يعني انا لما اسألك كيف ينتقل الاكسوجين وثاني اكسيد الكربون في الخلية? رح نحكي عن طريقة الانتشار. عبر الغشاء البلازمي. من الوسط الاعلى تركيز بالمادة الى الوسط الاقل تركيز. هذا شيء مهم. ممكن يجي سؤال الى خبطكم. يحكي لكم بالانتشار. هو انتقال المواد من المنطقة الاقل تركيز الى المنطقة الاعلى تركيز. على طول احكوا خطأ. احنا فاهمين وعارفين. انه الانتشار هو انتقال المواد من المنطقة الاعلى تركيز. ما يكون احنا في زحمة في تركيز من هاي المواد. الى المنطقة انتشروا. انتشار الى منطقة فيها تركيز اقل من هاي المواد. فيها عدد اقل من هاي المواد اوكي من دون الحاجة الى طاقة وهاي المعلومة مهمة وخليكوا حافظينها لانه كمان شوي ممكن ناخذ بعض عمليات الانتقال التي تحتاج الى طاقة تمام اذا من دون الحاجة الى طاقة كمان مرة بدي احكي الانتشار هو الانتقال من الوسط الاعلى تركيز بالمادة الى الوسط الاقل تركيز انا حكيت عندي هاي المادة الجسيمات المنقولة هاي الخضرة ممكن تكون اكسوجين ثاني اكسيد الكربون تمام مادة غازية او مادة سائلة انا هون عندي انا ازمة وزحمة شو يعني ازم وزحمة يعني في تركيز مواد كتير يعني في تركيز عالي لهاي المادة للاكسوجين او ثاني اكسيد الكربون عن طريق الانتشار طبعا بمر عن طريق الغشائب لازمه راح ننتقل لمنطقة فيها تركيز اقل شو يعني تركيز اقل يعني نسبة المواد أقل شايفين من أكثر المواد هون ولا هون؟ أكيد المواد هون أقل هون المواد أكثر فأنا رح أروح وين ما فيه نسبة تركيز أقل دائما رح أروح وين ما فيه نسبة تركيز أقل هذا الانتشار ويحدث بدون الحاجة إلى طاقة طيب مثال تاني للانتشار عندي أنا لما أجيب كأس من الماء أوكي؟ وهذا هيك أجيب ملون طعام أو حبر أحط قطرة واحدة هل القطرة رح تضلها على السطح؟ سطح الماء؟ ما رح تتحرك؟ أكيد رح تلاقوا القطرة قاعدة بتنزل لتحت ليش بتنزل لتحت؟ لأنه أنا فوق عندي على السطح فيه تركيز عالي من المادة شو هي المادة؟ اللي هي ملون الطعام أو الحبر بينما تحت أنا عندي تركيز أقل من الحبر كمية أقل من الحبر أو حتى هون أنا ما عندي أصلا لسه الحبر ما وصل فهو بيصير انتشار تنتشر المادة من الوسط الأعلى تركيز لوسط المزدحم إلى الوسط الأقل تركيز طيب نيجي للنوع التالي اللي هي الخاصية الإسموزية يطلق على طريقة انتقال الماء تمام؟ أنا بدي أعرف كل خاصية أو كل طريقة انتقال شو بتنقل لي؟ يعني إحنا حكينا الانتشار يقول لي أكسجين وثاني أكسيد الكربون مواد غازية أو مواد سائلة خاصية الإسموزية؟ لا فقط مواد سائلة تمام؟ فقط للمواد السائلة مثل الماء من الوسط الأقل تركيز بالمواد الذائبة شو يعني أقل تركيز بالمواد الذائبة؟ يعني ما في مواد ذائبة كثير شو يعني ما في مواد ذائبة كثير؟ يعني في عندي مي أكثر حيث كمية الماء أكبر إلى الوسط الأعلى تركيز شو يعني الأعلى تركيز؟ يعني أنا عندي مواد ذائبة كثير شو يعني؟ كان عندي مي أقل كمية الماء أقل يعني بالضبط بتشبه الانتشار تمام؟ بالضبط بتشبه الانتشار أنا رح أنتقل من المنطقة اللي فيها تركيز الماء أكثر إلى المنطقة اللي فيها تركيز الماء أقل المنطقة اللي بيكون فيها تركيز الماء أكثر يعني فيها مي كثير بيكون فيها مواد ذائبة قليلة تمام؟ بينما المنطقة اللي فيها تركيز الماء قليل بيكون فيها مواد ذائبة أكثر أتمنى تكون وضحة الصورة برضو هون مهم أني أعرف دون الحاجة إلى طاقة كمان الخاصية الإسموزية شبه الانتشار ما بتحتاج إلى طاقة نفس الشي أنا عندي هون شوفوا لي هون هاي المواد الزرقة الصغيرة هاي مواد ذائبة وين المواد الذائبة أكثر؟ هون المواد الذائبة أكثر ولا هون تركيز المواد الذائبة أكثر شو رايكم؟ شوفوا لي شو مكتوب تركيز مواد ذائبة أقل كمية ما أكثر بينما تركيز مواد ذائبة أعلى كمية ما أقل تمام؟ يعني كل ما قل عندي المواد الذائبة كل ما صار فيه مساحة أكبر إنه يكون عندي ما كل ما زادت المواد الذائبة كل ما قلت كمية المساحة المتبقية لها الماء تمام يعني أنا عندي هون مواد الذائبة شو شايفين يعني هم اعتبروا هاي المواد الصغيرة هي ايش هي الماء وهاي المواد الكبيرة هي المواد الذائبة فأنا عندي هون مواد ذائبة قليلة فصار في مساحة إنه يكون عندي مياه أكثر صار عندي مساحة إنه يكون عندي مياه أكثر طيب هون أنا هون عندي مواد ذائبة كثيرة مواد الذائبة هون كثيرة معناها ما ضل مساحة للماء فإذا تركيز الماء هون أقل تمام؟ إذن هي الشغلة عكس طيب نيجي لثالث طريقة للنقل اللي هي النقل النشط يعني إحنا أخذنا الانتشار لا يحتاج إلى طاقة من الوسط الأعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز أخذنا الخاصية الإسموذية كمان لا تحتاج إلى طاقة كمان من الوسط الأعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز طيب على تركيز وأقل تركيز بالخاصية الإسموذية للماء منحكيه عكس هالمواد الضائبة طيب نقل النشط تحتاج لخلية أحياني لنقل المواد عكس اتجاه تدرج هاي الكلمة مفتاحية دائما لما نحكي لكم طريقة نقل عكس اتجاه تدرج التركيز راح تحذروا على طول إنه بيحكي على النقل النشط تمام؟ اسمه نشط نشط يعني نشيط يعني معناها محتاج طاقة هاي الطريقة الوحيدة التي تحتاج طاقة حكينا الانتشار لا يحتاج إلى طاقة خاصية الإسموذية كمان لا تحتاج إلى طاقة النقل النشط يحتاج إلى طاقة ليش يحتاج إلى طاقة؟ لإنه قاعد بيمشي عكس الطيار عكس اتجاه التركيز يعني أنا عندي الخاصية الإسموذية والانتشار كانت من الوسط الأعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز هنا العكس يعني من الوسط الأقل تركيز إلى الوسط الأعلى تركيز وهو ما يسمى النقل النشط إذن النقل النشط يختلف عن الخاصية الإسموذية والانتشار بأنه عكس الاتجاه يعني من الوسط الأقل تركيز إلى الوسط الأعلى تركيز زائد إنه كمان يختلف إنه بيحتاج إلى طاقة هي خلصنا طرق النقل هاي عندي شايفة النقل النشط أنا هون عندي وسط تركيز قليل للمادة المادة هون قليلة احتاج طاقة عشان يطلع للممتقة أو الوسط اللي فيها تركيز أعلى اللي فيها تركيز أعلى من المواد طيب نيجي إلى العمليات الحيوية تمام أنا خلصت هيك طرق النقل بدي أخذ العمليات الحيوية اللي بتأديها الخلية إحنا حكينا الخلية مهمة لأنها تؤدي وظائف هاي الوظائف اسمها عمليات حيوية تحدث في خلايا الكائنات الحية عمليات داخل الخلايا شو بينتج منها؟ شو نتيجة هاي العمليات؟ تنتج بوسطتها مواد مهمة للخلايا تمام إذن العمليات الحيوية هي عمليات تحدث داخل الخلية مش خارج الخلية نتائج أو نتيجة هاي العملية إنه إحنا رح ننتج مواد مهمة للخلية إذن العمليات الحيوية هي عمليات تحدث داخل الخلية نتيجتها تنتج مواد مهمة للخلية طيب ومن أمثلتها عملية التنفس الخلوي وعملية البناء الضوئي يعني لو حكيت لك أعطيني مثال على عملية حيوية تحدث داخل الخلية وينتج منها مواد مفيدة للخلية رح نحكي أول مثال البناء الضوئي ثاني مثال التنفس الخلوي طيب أبلش في البناء الضوئي البناء الضوئي إحنا طبعا متفقين إنه بيحدث فقط في النباتات بمساعدة مين حكينا المرة الماضية؟ بمساعدة البلاستيدات طيب أبلش بالبناء الضوئي أنت عرف إنه البناء الضوئي هدفه شو إنتاج؟ إنتاج غذاء للنبات مين الغذاء هذا؟ اللي هو السكر تمام؟ طيب البناء الضوئي عشان يتم محتاج ثلاث مكونات تمام؟ محتاج ثلاث مكونات من أماكن مختلفة أول شي إحنا محتاجين من التربة ماء ثاني شي إحنا محتاجين من الجو ثاني أكسيد الكربون هاي واحد هاي اثنين ثالث إشي إحنا محتاجين لأشعة الشمس تمام؟ إذن نتفق بالبداية البناء الضوئي بيحكي أنا ما رح أنتج لكم غذاء إلا إذا وفرتولي ثلاث شروط واحد من التربة بدي أخذ ماء من الجو بدي أخذ ثاني أكسيد الكربون ومن الشمس بدي أخذ الضوء تمام؟ طيب اشتغل البناء الضوئي ووفرنا له الثلاث مكونات هاي واشتغل البناء الضوئي البناء الضوئي عملية حيوية حكينا تحدث داخل الخلية ونتيجتها مواد مهمة للخلية طيب شو نتيجة البناء الضوئي كون البناء الضوئي عملية حيوية تنتج مادة شو المادة التي أنتجها البناء الضوئي أنتج عندي سكر لبلوكوز واحد وأعطاني كمان أكسوجين تمام؟ إذن البناء الضوئي عملية حيوية تحدث في الخلية وتنتج مواد مهمة للخلية أعطينا ثلاث مكونات طلعنا مكونين مهمين تمام؟ سكر والأكسجين خلينا نيجي هون تستطيع بعض الكائنات الحية إنتاج غداءها بنفسها مين الكائنات الحية القادرة على إنتاج غداءها بنفسها؟ خلينا نفكر إحنا لازم نروح على السوبر ماركت نشتري الأكل طيب الحيوان لا الحيوان كمان لازم يروح يصطاد أو يفترس طعامه طيب مين؟ نباتات هاي كلنا عارفينها واحد نباتات قادرة على إنتاج غداءها مين كمان؟ طحالب هاي الطحالب أصلا أصلا نباتات شو كمان؟ بعض أنواع البكتيريا مش كل أنواع البكتيريا بعض أنواع البكتيريا قادرة على إنتاج غداءها بنفسها إذن لما أحكي لك سمي أو أذكر كائنات حية قادرة على إنتاج غداءها بنفسها وصنع غداءها بنفسها رح نحكي النباتات الطحالب ومن كمان عندي بعض أنواع البكتيريا عن طريق شو اسم العملية حكينا عملية البناء الضوئي بالأصفر مهم لا تنسى طيب التي تحدث بتفاعل الماء أول مكون حكينا بالدوية الماء مع مية ثاني مكون ثاني أكسيد الكربون ثالث مكون وجود أشعة الشبس هاي ثلاثة تمام؟ دخلت الثلاث مكونات هدول بناء الضوئي حكي أنا جاهز أشتغل شو بينتج؟ بينتج عندي سكر لكلوكوز هذا الناتج سكر لكلوكوز مهم جدا لا يمد الخلية بالطاقة تمام؟ إذن الخلية بوجود سكر لكلوكوز بيكون عندها طاقة إنها تأدي وظائفها طيب وتتم هذه العملية داخل البلاستيدات الخضراء تتذكروا البلاستيدات الخضراء كانت من العضيات اللي أخذناها البلاستيدات الخضراء من العضيات التي توجد في النباتات فقط تمام؟ طيب ليش البلاستيدات الخضراء قاضرة على إتمام عملية البناء الضوئي؟ لأنه داخل البلاستيدات الخضراء في صبغة خلتها خضراء اسمها صبغة الكلوروفيل تمام؟ صبغة الكلوروفيل هي اللي بتساعد على إتمام هاي العملية يعني كمان مرة خليني أعتبر البلاستيدات هاي الشركة البلاستيدات الخضراء هاي الشركة رحنا إحنا هاي على هاي الشركة وحكينا لها بدنا نعمل عملية البناء الضوئي تمام؟ حكت البناء الضوئي هاي العملية ما بعملكم ياها إلا لما توفروا لي ثلاث مكونات ماء، ثاني أكسيد الكربون، أشعة الشمس رحنا وجبنا لها هاي ثلاث مكونات، حكينا لها بدنا عملية بناء ضوئي عشان ننتج سكر حكت أكي رح أعطي هذا الأوكل هذا الأمر لموظفيني مين الموظفين بشركة البلاستيدات؟ الموظفين هم صبغة الكلوروفيل تمام؟ طيب خلينا ننزل وتخزن خلايا سكر لغلوكوز طيب إحنا حكينا عملية البناء الضوئي الهدف منها إنتاج سكر لغلوكوز والأكسجين أنتجنا السكر، بعدين شو رح يصير؟ السكر رح نخزنه في النبات لكي يستحلكه في إنتاج الطاقة وهاي الطاقة رح تساعدنا إنه إحنا نؤدي الوظائف في الخلية إذن تخزن خلايا سكر لغلوكوز الناتج من عملية البناء الضوئي للاستفادة منه في إنتاج الطاقة وتطلق الأكسجين إلى الغلاف الجو تعطينا هدية مع السكر أكسجين طيب خلصنا أول عملية حيوية اللي هي البناء الضوئي نستعد ونأخذ نفس نفوت على العملية الحيوية الثانية اللي هي التنفس الخلوي قبل ننفوت على التنفس الخلوي نرجع نراجع البناء الضوئي نوقف الفيديو نراجع البناء الضوئي بعدين نرجع ليش طلط منكم هذا الطلب؟ لأنه التنفس الخلوي عكس البناء الضوئي كيف يعني عكس البناء الضوئي؟ يعني أنا عندي البناء الضوئي طلب ماء ثاني أكسيد الكربون أشعة شمس أعطاني أنا دخلت له ماء ثاني أكسيد الكربون أشعة شمس شو أعطاني بالمقابل شو أخرج لي؟ أخرج لي السكر والأكسجين تمام؟ في عندي مدخلات ومخرجات مدخلات ماء ثاني أكسيد الكربون أشعة شمس مخرجات اللي هي السكر والأكسجين عم نحكي عن بناء الضوئي تنفس الخلوي إعكس المدخلات والمخرجات كيف يعني؟ خلينا نبلج تحصل الكائرات الحية ومنها النباتات والحيوانات على الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية بعملية التنفس الخلوي إذن أنا البناء الضوئي أنتج لي سكر بأخذ هذا السكر كيف بدي أحوله لطاقة عشان أستفيد منه؟ عن طريق التنفس الخلوي تمام؟ يعني البناء الضوئي كانت المخرجات سكر التنفس الخلوي المدخلات سكر ليش بدي أدخل سكر بعملية التنفس الخلوي؟ أساسي يحول هذا السكر إلى طاقة التي يتفاعل فيها الأكسجين مع سكر الكلوكوز منذكرين الأكسجين وسكر الكلوكوز كانوا مخرجات البناء الضوئي نتائج البناء الضوئي يعني هنا التنفس الخلوي هاي مدخلاته تمام؟ إذن مخرجات البناء الضوئي هي مدخلات التنفس الخلوي يعني التنفس الخلوي بيجي بيشترط عليه بدكم طاقة؟ أعطوني مكونان أعطوني السكر والأكسجين اللي أخذتوهم من البناء الضوي تمام؟ إذن الترفز الخلوي عشان يعطيني طاقة بيشترط عليه أكسجين وسكر داخل الخلية لإنتاج طاقة وتعتبر المعادلة اللفظية الآتية خلينا نمسح شوي أوكي طيب معادلة اللفظية الآتية عن تلك العملية شو المعادلة؟ أنا دخلت سكر وأكسجين لعملية التنفس الخلوي شو أعطتني؟ أعطتني ثاني أكسجين الكربون وماء وطاقة ثاني أكسجين الكربون وماء وطاقة منذكرين هدول ما يكانوا؟ هدول الثلاث مكونات إحنا دخلناهم للبناء الضوي عشان شو يعطيني؟ عشان يعطيني أكسجين وسكر أنا هون العكس بدي أدخل سكر وأكسجين رح يعطيني ثاني أكسجين الكربون وماء وطاقة تمام؟ إذن بدنا نكتب بناء الضوي في أعلى الصفحة والتنفس الخلوي في أسفل الصفحة ونشوف المدخلات والمخرجات أولاً عما نلقيهم نفسهم بس العكس تمام؟ يعني أنا عند دخلات البناء الضوئي سكر ايه عفواً مش سكر من الله من دخل ما أكسجين الكربون وشعة شمس طيب المدخلات هون بالتنفس الخلوي سكر وأكسجين المخرجات إحناك البناء الضوئي كانت سكر وأكسجين المخرجات هون ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة عكسهم بالضبط وللميتوكندرية دور الرئيس في عملية التنفس الخلوي يعني إحنا حكينا عملية البناء الضوئي بتصير بشركة اسمها البلاستينات طيب تنفس الخلوي وين بتصير؟ بتصير بشركة اسمها الميتوكندرية كمان هاي واحدة من العضايات داخل الخلية وتستخدم الخلايا الطاقة الناتجة من هذه العملية في عمليات حيوية مختلفة لتبقى حية إذن التنفس الخلوي رح أدخل سكر وأكسجين رح أطلع ماء ثاني أكسيد الكربون وطاقة وين هاي التنفس الخلوي بتصير؟ بتصير داخل الميتوكندرية أوضح علاقة بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي يا سلام أنا دخلت هون سكر وأكسجين لمين؟ للميتوكندرية وأنتجت شو؟ ماء وثاني أكسيد الكربون وطاقة معناها هاي شو؟ هاي تنفس تنفس خلوي طيب أنا هون دخلت ماء فاني أكسيد الكربون وأشعة شمس دخلتهم للميتوكندرية اللي مش ميتوكندرية هاي شو اسمها؟ اللي فيها صبغة كلوروفيل هاي اسمها بلاستيدات وطلع لي سكر وأكسجين معناها هاي اسمها بناء ضوئي تمام؟ إذن مخرجات التنفس الخلوي مهمة لكي تكون مدخلات البناء الضوئي ومخرجات البناء الضوئي مهمة لكي تكون مدخلات التنفس الخلوي طيب كي وهيك نكون أنهينا درسنا اليوم نلتقى إن شاء الله بالدرس القادم موسيقى